تحول اللافت تشهده محافظة الجوف بخروج المئات من أبناء القبائل للاعتصام تضامناً مع الشيخ أمين العكيمي محافظ الجوف السابق والموقوف لدى السعودية منذ قرابة العام والممنوع من السفر قبائل الجوف بدأت بالتوافد إلى مطارح تم إنشاءها في منطقة اليتمة الواقعة على الحدود بين اليمن والسعودية للمطالبة بسرعة الإفراج عن الشيخ الأكيمي والسمح له بالعودة إلى اليمن وهو محافظ الجوف السابق وعضو مجلس نواب وأحد كبار مشايخ بكي خطوة هذه جاءت بعد مطالبات عديدة ومحاولات مستمرة لإقناع الرياض بهذه المطالب إلا أنها باءت بالفشل مناقش هذا الموضوع أولا مع ضيفي هنا في الأستوديون الساد فهد سلطان صحفي اليمني مرحبا بك الساد فهد نريد أن نفهم أولا طبيعة وضع المحافظ السابق للجوف الشيخ أمين العكيمي ما هو الوضع القانوني الذي يحتم على السعودية أن توقفه في الرياض وتمنعه من السفر أهلا وسهلا بك أخي الكريم الموضوع يقف الشيخ اللواء أمين العكيمي ليست الأولى السعودية تمارس هذا العمل منذ سنوات طويلة عرقلت دخول عدد من السياسين سواء للرياض أو الخروج من الرياض باتت تتحكم بالمشهد اليمني بشكل كبير لم يعد للحكومة أو حتى للمجلس الرئاسي أي دور في هذا الملف فالذي هو يعني هذا شاء من شؤون الحكومة أنه شاء من شؤون من مجلس الرئاسي هو الذي يتصرف في هذه الأمور هو الذي يحاسب هو الذي يعاقب لكن الآن الأمر بات المجلس الرئاسي في حقة الأمر هو يبارك فقط أي قرارات أو يلبئ أي قرارات للسعودية ما لا فعلت سعودية معامل عكيمي تحديدا سأصلها بالنقطة لكن أنا أقول الآن كل التهم التي كانت تقال من جماعة الحوثي منذ بداية عاصفة الحزم السعودية تؤكدها واحدة واحدة يعني كانت في البداية كلما رفع من تهم كلمة المرتزقة كلمتها ولا تتحكم بها بالسعودية يعني كانت الشرعية تدافع وتحاول وكانت السعودية تعطي للحوثي كل المبررات الكاملة أدلا على هذه الاتهامات التي تتهم بها الذي ساهم في إضعاف الحكومة الشرعية إضعاف مكانتها داخليا خارجيا الذي أسهم في إضعاف المجلس الرئاسي الذي أسهم من قبل في إضعاف شخصية الرئيس عبد الربو مصرهادي والحكومة من حوله هي السعودية في كل الأحوال يعني كلام طويل نسوق وقد قلنا كثير منه في عددنا الأماكن الآن في موضوع العكيمي العكيمي واحد من الشخصيات الذي يحترم نفسه ويحترم الموقع الذي هو فيه وقدم تضحيات كبيرة وأهل القوف يعرفون هذا الرجل جيدا ومسؤولية تغيير أي محافظة يفترض أن يكون من أبناء المحافظة يعني هم أصحاب القرر الأول في مثل هذه القوانب وهذه القضية كان يفترض أن يكون الحكومة والمجلس الرئاسي يعني مع أبناء المنطقة هم من يتناقشون مثل هذه القضية ويرشحون وبعد ذلك يتم لكن الحاصل الآن أن السعودية أو آل جابر بشكل عام وهو المباشر في إدارة الملف اليمن هو من يتحكم في هذه المسائل يعني قصص كثيرة في مسألة حتى على مستوى قادة الجيش يعني نحن نعرف مثلا الشداد أنه فترة من الفترات دخل في صراع أو دخل في خلاف في مسألة تحرير مارب مع التحالف مع السعودية أوقفوا عليه المعونات على الجيش أوقفوا كل شيء فاضطر أن يستلف أموال ويدخل في المعركة ثم بعد ذلك قتل ومسألة طريقة قتلها هذه قضية أخرى أو تحتاج نقاش آخر فالعكيمي أنا أذكر إذا كان هناك قضية عزل الرجل من منصبه فقد عزل لماذا الآن هناك إجراء آخر أنا سأقول لك أن العكيمي السعودية تعودت أن تمارس ضغوطات على الحكومة الشرعية وعلى المجلس الرئاسي لتعين شخصيات يسمع ويطيع مع الأسف الشديد نقولها هكذا بوضوح يسمع ويطيع وينفذ ولا يعترض على أي كلمة العكيمي ليس من هذا النوع العكيمي في عام 2018 استدعي إلى مقر التحالف في مدينة مارب وهذه القصة مشهورة ومعروفة فوصل إلى المقر ومعه المرافقين ومعه السلاح فأراد أن يدخل قالوا لا ضرورة تطرح المرافقين ويجلس المرافقين بالخارج وتطرح سلاح حقا لهم أنتم لاستدعتموني إما أن أدخل بسلاحي ومرافقين حقي وإما أن أغادر ومعكم مهلا نصف ساعة تتواصل مع قيادتكم فقالوا دخل فدخل بسلاحه السعودية لا تريد هذه اللغة لا تريد أن يكون هناك يمن عنده يفرض الشرط أو يتعامل لا تريد هذه الطريقة ولذلك أقالت كل الشخصيات على سبيل المثال وزير الكهرباء السابق القيادة في الإصلاح تقريبا في عام في أول حكومة كان أراد منه أن يوقع على ورقة ما بين التوقع وما بين السلام ما يقارب 30 ألف سعودي وعندما رفضوا اعترض تم إقالته يعني تم إبعاده تماما يعني هكذا إما أن توقع على فساد يعني الفساد من داخل اللغة الخاصة ومن داخل ملف اليمني يعني إذا كان هذا واحد من الذين كانوا مسكين بالملف اليمني أحيل للتحقيق وهو من الأسرة المالكية أحيل للتحقيق وهو كان ممسك الملف اليمني نعود إلى قضية أمين العكيمي هل معنى ما تقول السيد فهد أن هناك تخوف من عودة الرجل إلى اليمن وبالتالي منعة؟ أنا أقول أن هذا الرجل لم يكن عنده أي مشكلة في مسألة الإقالة ليست عندها مشكلة لكن لماذا تعطل أو تقطع الصلة بين هذا الرجل وبين محافظة رجل لمدة عام كامل وهو في لحظة تحرير وفي لحظة حروب ثم بعد ذلك عند إقالته ترفض أن يعود إلى بلاده يعني هو الآن أو يغادر أي مكان أو يغادر أي مكان يعني لماذا تمارس للسعودي هذه الوصاية فهو الآن يعني هو السبب من وجهة نظرك يعني هذه الطريقة هو الآن مزقون يعني هو ممنوع لها لماذا السعودية تقوم بذلك السعودية تعاقب من تريد وتحسب من تريد يعني نعرف أن مثلا قيادة أحزاب وشخصيات كثيرة كانت تمنعهم من الدخول إلى السعودية يبقى شهور طويلة يعني تمنعهم تقريبا نائف البكري بقي أكثر من ثمانية أشهر سيكيرتير مثلا علي محسين بقي لأكثر من تسعة أشهر ممنوع من دخول السعودية وهكذا كانت تستعمل هذه الطريقة هل تتوقع أن تتغير الأمور خاصة بعد بدء القبائل بالاعتصام؟ طبعا طبعا سيتغير القبائل هذه السعودية يعني ستغير كثير من سياسة هي تعودت أن يعني أن يلبى كل مطالبها اليمنيين لو غيروا طريقتهم في التعامل مع السعودية ستغير طريقتها بالكامل يعني تركيبة نحن مع الأسف الشديد نحن اليمنين حتى الآن لم ونأقول هذا دائما اليمنيين الوحيدين الذين لم يفهموا الذهنية السعودية كيف تدير وحدهم دولة قطر مثلا الحوثيين قال إيران الإمارات تفهم الذهنية السعودية كيف تدار كيف يتعاملوا كيف يتعاملوا مع الملفات ولذلك يعني الحوثي مثلا الآن في آخر زيارة التي نسافر هذه فنناقشها في هذه القسية ثلاثة ثانية هل تعلم أنه واحد من ضمن الأشخاص أو الذين سافروا إلى السعودية واحد من المطلوبين لدى السعودية السعودية من ضمن المطلوبين أرسلوا له الحوثي أو أرسلوا له هذا القياد إليهم وتم استقبالهم ودخلوا بسلاحهم إلى الطائرة ونزلوا إلى السعودية وسيعودون هذه الطريقة التي تفهم السعودية تتعامل معي بنيد وباحترام يتعامل معك باحترام تضعف وتسلم كل شيء يتعامل معك بطريقة التي تعمل بها الشرعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر